اثانية صباحا الثانية عشرة بتوقيت جرينيتش موجز اخبري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترحيبه بجميع الاراء مؤكدا السعي لتغيير الواقع الى الافضل وخلال افطار الرئيس السيسي مع الاسرة المصرية على اهمش افتتاح مشروعات الاسكان الاجتماعي في مدينة بدر اكد رئيس السيسي ان برنامج الاصلاح الاقتصادي لم ينجح الا بالمصريين مشددا على حرص الدولة على تسهيل الاجراءات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتاحة مناطق حرفية خلال الفترة المقبلة يأتي ذلك فيما افتتح الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس من مدينة بدر مشروع الاسكان الاجتماعي بمدينة الخامس عشر من مايو كما افتتح السيسي مشروع الاسكان المتوسط دار مصر بمدينة الخامس عشر من مايو والمرحلة الاولى من الاسكان الاجتماعي بمدينة بدر وايضا مشروع سكان مصر بمدينة القاهرة الجديدة وسكان مصر بالعبور الجديدة واكد رئيس السيسي ان الدولة تتحملت تكلفة كبيرة لتوفير سكان بديل لتغيير حياة المواطنين للأفضل كما اوضح ان الدولة تتصدد بشجاعة لقضايا ومشكلات متراكمة منذ عقود اختتمت فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري الاماراتي زي الثلاثة بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والاماراتية والذي استمرت فعالياته لعدة ايام بدولة الامارات العربية المتحدة وتضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وسقل المهارات والتنسيق على ادارة العمليات المشتركة بمختلف اسليب القتال الجوي الحديث وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الاهداف المعادية اعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لروسيا بعد سقوط طائرة روسية في تركيا اثناء المهمة الانسانية التي كانت تقوم بها هناك وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية اعربت مصر عن تضامنها في هذا المصاب الاليم كما تقدمت ببالغ التعازي لذوي الضحايا واعربت وزارة الخارجية عن تعازيها لجمهورية هايتي وذوي الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي اصفر عن مئات القتلى والجرحة كما اكدت تضامنها ووقوفها مع شعبي وحكومة هايتي رفع الرئيس الامريكي جو بايدن عدد القوة الامريكية المرسلة الى افغانستان للمشاركة في اجلاء طاقم السفارة ومدنيين افغان الى 5000 جندي واحذر بايدن طالبا من ان اي اجراء يهدد الامريكيين هناك سيواجه برد عسكري سريع وقوي كما دافع بايدن مجددا عن قراره سحب الجيش الامريكي من افغانستان قائلا انه رابع رئيس يتولى المنصب في ظل وجود قوات امريكية في افغانستان ومؤكدا انه لن يورث هذه الحرب الى رئيس خامس دعا الرئيس اللبناني مشيل عون مجلس النواب الى مناقشة مستجدات الاوضاع المعيشية والاقتصادية بعد قرار حاكم مصر في لبنان وقف الدعم على مواد وسلاح حيوية والمضاعفات الناتج عن ذلك وطالب الرئيس اللبناني في رسالة الى مجلس النواب بضرورة اتخاذ الموقف او الاجراء المناسب لهذه المستجدات اعلنت وزارة الصحة خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع اجمال المتعافين من الفيروس الى اكثر من 233 الف متعافي واشرت الصحة في بيان انه تم تسجيل 99 حالة جديدة ثبتت ايجابية تحاليلها معمليا للفيروس وذلك ضمن اجراء التقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية لافتة الى وفاة ست حالات جديدة لمزيد من الاخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام ويوتيوب شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء